يستقبل لبنانيون شهر رمضان المبارك بكل فرح وابتهاج عزمين الحفاظ على عاداته وتقاليده التي تورثوها عن أبائهم واجدادهم تفاصيل أكثر في سياق تقرير مراسلة تلفزيون البحرين في لبنان إلينا أبو نعمة يا ناس قوموا على صحوركم جاء رمضان ليزوركم هذا إحدى رديات لمسحرات اللبنان الذي يجوب الشوارع وهو يقرأ على طبلة صغيرة لإيقاظ الناس وقت السحورة مرتدا أجمل الأشعار والأناشيد هكذا يحل شهر رمضان المبارك على لبنان الذي يعيد أحياء التقاليد المتوارثة عبر الأجيال ومن أبرز هذه العادات مدفع رمضان وتجول الفرق الصوفية في الشوارع لتهيئة الناس لاستقبال الشهر الفضيل أما ما يعرف بسبانة رمضان فهي عادة قديمة لا تزال مستمرة حتى اليوم بالنسبة للعادات والتقاليد الموجودة عندنا في لبنان هي عادات وتقاليد موروثة وراثة قديمة بين كل البلدان تقريبا على نفس النمط وعلى نفس الروحية ولكن كل بلد له خصوصية خاصة فيها يعني تعرف حدثتك نحن نصوم لرؤية شهر رمضان برؤية الهلال ونفطر لرؤية الهلال فكانت الناس تتعارف عليها سابقا أنه كانت تنزل إلى شواطئ البحرية تلتمس هلال هذا الشهر الكريم فمجرد أنه هذا سميت استبانة شهر رمضان إضافي إلى بعض الأمور اللي محافظوا عليها الناس وهي كانت موروث قديم وهو موروث ديني واستمر عليها هي التردد إلى المساجد وأعمار المساجد بالحضور وإلى مهلية تشتهر مواد إفطار رمضان بتنوع الأطعمة والمأكلات اللبنانية الشهية كالفتوش والتبولي والكب والحمص والفت وفطاير السبانغ وغيرها وكذلك تعتبر المشروبات الرمضانية الشهيرة من أهم ركائز المواد الإفطارية كالجلاب والتمر هندي والخرنوب ومنقوع عرق السوث وقمر الدين باللوز والزبيب إلى جانب الحلويات اللبنانية والعصائر والتمر والمكسرات التي تشبع العين قبل البطن أحيانا وتتباهى السيدات اللبنانيات بتحضيرها على أصولها عدد الناس برمضان بكل طوافة ببيروت أنه يساعدوا بعض ويجوا عن بعض ويصير فيه وحدة وهذه الوحدة بتتجسد بأحلى معانيها برمضان ونحن كمؤسسة مخزومة بيشوفوا الناس يوقفوا حدهم من خلال المساعدات العينية من خلال تقديم أي شيء ممكن يساعدوا فيه أكبر شريحة ممكنة من الناس ببيروت يشتهر اللبنانيون بحبهم للشعائر والزينة وأجواء الفرح فيعمدون إلى تزيين بيوتهم وتعليق الفوانيس والأقمار والأضواء على الطرقات والساحات العامة والمساجد كما يحافظ المؤمنون على تقليد توزيع إمساكية شهر رمضان والتي تتضمن مواعيد الصلوات فيما زيارة الأثر النبوي والذي يعرف باسم شعرة النبي في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس تستمر منذ أكثر من مئة عام وتعد أحد التقاليد الرمضانية المفضلة لدى المسلمين الذين يمدون ليليهم في المساجد والزوايا والتكايا بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم على الرغم من كل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون إلا أن أجواء هذا الشهر الفضيل لا يمكن إلا أن تكون مباركة وملئة بالفرح والإيمان والتقوى إلينا بنعم رات تلفزيون البحرين لبنان اشتركوا في القناة